لمسة عطف وحنان كنت عائدة من المدرسة في يوم بارد ممتر هوجدت قرب باب منزلنا قطيطة صغيرة تموء بصوت مزعج وقد اغبر وجهها وقف شعرها واهتز جسمها وذبلت عيناها وارتعش زيلها اقتربت القطيطة من رجلي وأنا أهم بفتح الباب وكان في اقترابها حذر وخوف وتردد فأدركت أنها شاردة في حاجة إلى الدفء والطعام والعطف والرعاية انحنيت ألاطفها فاستجابت لمداعباتي واستسلمت للمساتي وشعرت ببعض الاطمئناني فكفت عن المواء وفي ركن من الحديقة منعذلا ظليلا وضعت صندوقا من الخشب في شكل بيت مصقوف ليكون مأوالها وتعاطفت أمي معي فقدمت بعض الخرق لتكون لها فراشا دافئا لينا ووضعت بقربها حليبا شهيا وخبدا طريا فأقبلت القطيطة على الخبز تذرده وعلى اللبن تلعقه إلى أن شبعت وارتوت وتخلصت من آلامها وفذعها ورق مواءها فغدا نغمة عذبة وشع بريق السعادة في عينيها فتمطت وتثائبت ونظفت شعرها ووجهها ثم تكورت في مخدعها الجديد واستسلمت في أمن للنوم العميق والدفء اللذيذ والأحلام السعيدة اكتشفوا وأفهم أولا أتأمل السورة المصاحبة ثم أقرأ ما يأتي وأجيب عني السؤال اقتربت القطيطة من البنية وكان في اقترابها حذر وخوف وتردد ماذا تريد القطيطة من البنية؟ الإجابة ما تريده القطيطة من البنية هو أن تؤويها لديها وتستحبها معها حيث تنعم بالدفء والعطل ثانيا أقرأ النص قراءة صامتة ثم أرتب الجمل الآتية حسب تعاقبها في الزمن القطيطة تبحث عن ملجأ يقيها شدة البرد وقساوة الجوع استسلمت القطيطة لنوم عميق تفطنت البنية إلى أن القطيطة لجأت إليها لتساعدها شعرت القطيطة بالاطمئنان وفرت البنية وأمها الدفء للكطيطة الإجابة ترتيب الجمل حسب تعاقبها في الزمن القطيطة تبحث عن ملجأ يقيها شدة البرد وقساوة الجوع تفطنت البنية إلى أن القطيطة لجأت إليها لتساعدها وفرت البنية وأمها الدفء للقطيطة شعرت القطيطة بالاطمئنان استسلمت القطيطة لنوم عميق ثالثا قامت القطيطة بمجموعة من الأعمال لتجلب الانتباه إلى حالتها أذكر هذه الأعمال الإجابة الأعمال التي قامت بها القطيطة لتجلب الانتباه إلى حالتها المواء بصوت مزعج الاقتراب من الفتاة بحذر وخوف وتردد رابعا ألف في النص عبارة معناها توقفت عن المواء وأخرى بمعنى فهمت أستخرجهما الإجابة توقفت عن المواء تساوي كفت فهمت تساوي أدركت باء وعوذ ما تحته سطر بما يفيد المعنى نفسه قف شعر القطيطة تمطت القطيطة تكورت القطيطة في مخدعها الإجابة ارتعش شعر القطيطة تمددت القطيطة تجمعت القطيطة في مخدعها ترجمة نانسي قنقر